يعطيكم العافية جميعا طبعا لاحظتوا انه احنا احد واثنين ما اعطينا بالانجليزي بحكم اول اشي انه احنا مشين منيح بالمادة تاني اشي انه يعني المادة اللي ضيلتنا مش كتير بس اليوم رح نوخد القاعدة الجديدة بالوحدة التاسحة بما انه كان معكم وقت انكم تدرسوا الفقرة وتدرسوا المعاني تبع صفحة 76 بالوحدة التاسعة اليوم رح نبلش بالقاعدة الجديدة الموجودة عندكم بصفحة 78 بالكتاب الملون 78 بالكتاب الملون طيب هلأ اي قاعدتنا right here right here معناها هنا right here هنا right here هنا over there هناك over there هناك right here هنا over there هناك right here هنا over there هناك شو يعني هنا وهناك يعني right here بستخدمها عشان احكي عن احكي عن اشي قريب مني over there بستخدمها عشان احكي عن اشي بعيد عني اذا احكي عن اشي قريب مني بستخدم احكي عن اشي قريب مني بستخدم right here right here right here لما بحكي عن اشي بعيد عني بحكي over there over there طيب right here when we talk about things that are near or close to us يعني عشان احكي عن الاشياء القريب مني over there when we talk about things that are far from us far معناها بعيدة عنا طيب look at this picture look at this picture طلع لعلى الصورة اللي هون طيب look at this cup when we talk about this cup لما بدي احكي عن هاد الفنجان we use بستخدم right here right here from that girl من البنة بالنسبة لها هو قريب منها فلما بدي احكي عنه شو بتستخدم right here the cup is right here the cup is right here الفنجان هايو طيب when we talk about oven gloves oven gloves oven gloves هلأ هم متنتين وإحنا بنعرف إنه للجمع شو بستخدم are the oven gloves the oven gloves are right here طيب look at the plates look at the plates بالنسبة للبنة الأطباق قريبة ولا بعيدة بعيدة the plates are over there over there هناك بعيدة عنها بعيدة عنها الأطباق فشو بحكي لها over there بحكي لها بحكي لها بحكي لها